أدى إعصار تشبالة الذي ضرب السواحل الجنوبية الشرقية لليمن لوقوع ضحايا وأضرار جسيمة بحسب ما أعلنته مصادر من حكومة الرئيس عبدربو منصور هادي وشهدت المناطق الجنوبية الشرقية لليمن رياحا قوية ترفقت مع موجات عاتية ضربت المناطق السحلية في محافظات حضرموت وشبوى والمهرى وأظهرت صور تدولتها مواقع التواصل الاجتماعي شوارع مدن وبلدات المنطقة وقد غمرتها المياه بشكل شبه كامل لسيما في مدينة المكلة مركز محافظة حضرموت